السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرض الأول للدورة الثانية في مادة اللغة العربية وبالضبط في مكون فهم المقروء للمستوى الخامس من التعليم الإبتدائي وذلك استعدادا لاجتياز أو لإجراء فرض المراقبة المستمرة للمرحلة الثالثة لسنة 2022 قبل الإجابة عن الأسئلة نقرأ النص عاش أبيا نفسي ومات مرفوع الرأس اقتحم عالم الاختراعات والابتكارات العلمية والتقنية وبرع في مجاله إلى أنصار حديث العالم كله بل أضحى هدفا غاليا تتهافت عليه العروض من كل حذب وصوب بينما وطنه تنكر له ولم يمنحه المكانة اللائقة التي يستحقها فآثر الإنعزال في صمت حتى أتاه اليقين في أو يوم الجمعة السادس نوانبر 2015 بعد أزمة قلبية مفاجئة إنه المخترع المغربي عبد الله شقرون من مواليد مدينة تتوانا سنة 84 تسعمائة وألف والذي فاق عدد اختراعاته عدد سنواته القليلة التي عاشها فقد استطاع ابتكار زهاء 35 اختراعا العديد منها يدخل في المجال العسكري كسب هذا المخترع الشاب باحترام الكثيرين بالنظر إلى أخلاقه العالية التي كان يشهد بها له كل من خالطه عن قرب أو عارفه عن كثب ولأن مطرب الحي لا يطرب كما يقول المثل العربي فإن المخترع المغربي لم يحظى بكثير عناية من طرف مسؤولي بلاده وفي المقابل اعترف له الغربيون باجتهاده ونبوغه خصوصا بعدما أحرز مراتب متقدمة في عدد من المسابقات والمهرجانات الخاصة بعرض الاختراعات وإن كان بلده لم يمنحه ذلك التشريف إذن هذا النص مقتبس من هسبريس وهي جريدة يوم الأربعة الحادي عشر نوانبير 2015 أي هذا النص كتب في جريدة يوم الأربعة الحادي عشر نوانبير 2015 بتصرف يعني هناك بعض التعديلات على هذا النص نمر الآن لكي نقرأ السؤال الأول بعد ذلك نجيب عنه انطلاقا من النص أولا اقرأ النص أعلى وأجب عن الأسئلة الآتية بوضع علامة مضروبة أو في الخانة المناسبة السؤال الأول ما نوعية النص إذن نوعية النص هنا إذن ليس برسالة وليس بخطبة أو خطاب بل هو مقالة وقد نجروا علامة في مقالة إذن مقالة مأخودة من جريدة تتحدث عن المخترع المغربي عبد الله شقرون عما يتحدث النص عن عالم الإبتكارات أو عن عالم الفضاء إذن يتحدث عن عالم الإبتكارات السؤال الثالث كم عاش المخترع المغربي عبد الله شقرون إذن من خلال النص أعطونا العاملة تزاد فيه والعاملة توفى فيه تزاد 1984 وتوفى 2015 إذا درنا العملية الحسابية 2015 قصنا منها 1984 غلقوا 31 سنة إذن عاشوا 31 سنة أو عاما ونكتب 31 عاما ما سبب وفاة المخترع المغربي وهو ما زال في رعان شبابه إذن مات صغيرة بسبب سكتة قلبية مفاجئة أو أزمة قلبية مفاجئة إذن رغل نكتبه هنا أزمة قلبية إذن مات بسبب أزمة قلبية السؤال الخامس لماذا فضل الإنعزال في صمت هل لأنه فشل في اختراعاته أم لأن بلده تجاهله إذن الجواب الصحيح هو لأن بلده تجاهله ولم يعيره أي انتباه أو أي تقدير لما اخترعه أو لما أضافه إلى الاختراعات الموجودة في المجال العسكري إلى آخره إذن السؤال الموالي ما هو المثل الذي انتبق على المخترع المغربي إذن المثل الذي انتبق على المخترع المغربي حسب ما جاء في النص هو مطرب الحي لا يطرب مطرب الحي لا يطرب السؤال الموالي السؤال السابع استخرج من النص جملة تظهر أن المخترع المغربي لم يجد الاهتمام به في بلده المغرب إذن هنا سنرجع للنص لكي نرى هذه الجملة التي تبين أن هذا المخترع لم يجد الاهتمام في المغرب إذن هنا نجد بينما وطنه تنكر له ولم يمنحه المكانة اللائقة التي يستحقها إذن هذه الجملة وإذن كذلك إذن فإن المخترع المغربي لم يحظى بكثير عناية من طرف مسؤولي بلاده إذن ونكتب بينما وطنه بينما وطنه المغرب تنكر تنكر له ولم يمنحه ولم يمنحه المكانة اللائقة به المكانة اللائقة اللائقة به عندنا كذلك هذه الجملة هذه لأننا نتكلم عن الاهتمام لم يحظى بكثير عناية من طرف مسؤولي بلاده إذن هذه الجملة هذه تهي عندها علاقة لأنها لها علاقة بالاهتمام إذن نمر الآن إلى السؤال المولي ثامنا ضع علامة أمام المرادف المناسب أبي إذن هنا عندنا في النص عاش أبي النفس هل تعني عزيز النفس لا يقبل الدل أو ذليل يقبل الدل والإهانة إذن هنا عندنا عزيز النفس لا يقبل الدل والإهانة إذن عزيز النفس هي التي تعني والمعنى المناسب لكلمة أبي السؤال المولي السؤال التاسع استخرجه من النص معنى ما يلي فضل إذن فضل عدنا في النص فآثر الإنعزالة في صمت إذن عدنا هنا الجملة هذه فآثر الإنعزالة في صمت فآثر أي ففضل أن ينعزل في صمت إذن هنا عندنا آثر آثر الإنعزالة نمر الآن إلى السؤال الأخير السؤال العاشر استخرج من النص ضد الكلمة التالية عبقريته إذن إذا عدنا إلى النص فلن نجد ضد هذه الكلمة في هذا النص ربما هناك خطأ في الامتحان إذن سنستخرج هذه الكلمة من مكتسباتنا السابقة أو مما تعرفنا عليه في الحصة السابقة إذن عبقريته ضدها غباؤه نكتب غباؤه إذن غباؤه هو ضد كلمة عبقريته بحيث هذه الجملة غير مذكرة في النص ربما وقع خطأ أثناء وضع هذا السؤال أو أثناء كتابة كلمة عبقريته لربما كان من وضع هذا الامتحان كان سيكتب هنا غباؤه ونستخرج نحن من النص كلمة عبقريته أو نبوغه أو اجتهاده والكلمات كلها كان في النص إذن إلى آخره ربما إذن هذا فيما يخص لإجابة عن هذا الامتحان إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإتمام ما تبقى من مكونات اللغة العربية للمستوى الخامس وننجز امتحانات أخرى في المواد المتبقية استعدادا لاجتياز فرض المراقبة المستمرة للمرحلة الثالثة التي ستكون قريبا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر